الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لكم تيسيرا في أموركم ورفعة في درجاتكم ووفرة في أموالكم وكثرة في حسناتكم ومغفرة لسيئاتكم وبعد فهذا لقاء جديد نكمل به كراءة كتاب العيدين من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ليتفضل القائل مشكورا بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفتر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلث فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجاذبت بثوبه فجاب ذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة قوله في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أم الفطر والأضحى إلى المصلى فيه مشروعية صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وفيه أن المستحب أن تؤدى هذه الصلاة خارج المدينة في المصلى وظاهر قوله المصلى أنه موطن مخصص لصلاة العيد وبالتالي رأى جماعة من الفقهة أن مصلى العيد يعتبر وقفا عاما لأداء الصلاة فيه وفي الحديث أن صلاة العيد يبدأ بها قبل خطبة العيد والناس كانوا يفعلون ذلك فلما كان بعض بن يومية كان الناس بعد الصلاة يغادرون مباشرة فقدم الخطبة على الصلاة من أجل أن يلزم الناس بسماع خطبته وفي الحديث أن صلاة العيد لا ينادى لها لا بأذان ولا بغير ذلك من ألفاظ النداء بقوله فأول شيء يبدأ به الصلاة وفي الحديث أن الخطيب يقابل المصلين ويواجههم ليخطب عليهم وهم يشاهدونه وجماهر أهل العلم على أن خطبة العيد تقال بخطبتين وليست بخطبة واحدة ويستدلون على ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب مرة للرجال ومرة للنساء يستدلون بأن لفظة الخطبة أو له خطبة كما تشمل الخطبة الواحدة تشمل الخطبتين وفي الحديث أن مستمع خطبة العيد يكون جالسة لاستماع الخطبة وفي الحديث أن خطبة العيد يشرع وأن تتضمن على المواعظ والتذكير والوصايا التي يستفيد منها الحضور وفي الحديث تداول بعض الشأن العام في خطبة العيد ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقطع بعثا أي إذا أراد أن يرسل جيشا قطعه وأخبر به الناس وهو في خطبة العيد وفي الحديث استمرار الناس على تقديم صلاة العيد على خطبة العيد وأن ذلك هو شأن الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث وفي الحديث تذكير مخالف السنة بما تكون عليه السنة وفي الحديث أن خطبة العيد لا يلزم الجلوس لها بل الواجب الفرض الكفاية وهو أداء صلاة العيد وفي الحديث أن الأولى بالناس أن يسير على وفقي هدي ما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن اتباع السنة خير من العمل بالآراء وما يظن أنه من المعقولات وفي الحديث محاولة نصحة مخالف السنة ببيان طريقة السنة وتعريمه لذلك نعم حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون في العيدين الأضحى والفطر قبل الخطبة ثم يخطب بعد الصلاة في هذا الحديث أن صلاة العيد تكون قبل خطبة العيد وأن صلاة العيد يكتصر فيها على عيدي الفطر والأضحى وفي الحديث استمرار الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته في طريقة أداء صلاة العيد وفي الحديث أيضا من الفوائد المشي إلى صلاة العيد وفي الحديث من الفوائد حديث أبي سعيد السابق أنهم لم يكونوا يتخذون المنابر لصلاة العيد فإنما اتخذت بعد ذلك ولا يعني ذلك المنع من اتخاذ المنابر ولذا لم ينكر الناس على ولاة ذلك الزمان اتخاذ المنبر وإنما كان إنكارهم على تقديم الخطبة على الصلاة حسن الله إليكم قال عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ بالصلاة فصلى ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم وما نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة وعن عطاء عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى وأن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بوي علىه إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة في الحديث من الفوائد مشروعية صلاة العيد وأن صلاة العيد تقام يوم الفطر ويوم الأضحى وأنه لا يوجد عيد في أهله أليسلام إلا هذان اليومان في الحديث من الفوائد البداء بأداء الصلاة قبل خطبة العيد وأن هذا هو السنة وفيها أن صلاة العيد لا يؤذن لها ولا ينادى لها بأي نداء وإنما يتقدم الإيمان فيصلي بهم الصلاة وفي الحديث من الفوائد استدل الجمهور بهذا الحديث على أن يوم العيد يخطب فيه بخطبتين وفي الحديث تخصيص النساء بإلمواعظ التي تذكرهن بالله تعالى وفي الحديث أيضا استناد الخطيب يوم العيد على بعض من معه كما استند النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وفي الحديث فضيلة الصدقة في يوم العيد وفي الحديث من الفوائد أن خطبة العيد وصلاة العيد يتولاها الإمام الذي له الولاية ليصليها بنفسه أو يفوض من يرى صلاحيته لذلك أحسن الله إليكم قال عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنا فبلغ الحجاج فجعل يعوده دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما فقال كيف هو فقال صالح فقال الحجاج لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر رضي الله عنهما أنت أصبتني قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لا يحل فيه حمله ولم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم في الحديث من الفوائد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجري فجاء أحد الأشخاص معه رمح فكان يضرب برمحه الأرض فوقع الرمح في إحدى المرات على رجل ابن عمر فآذاه وجرحه جرحا شديدا وجرحه في أخمص قدمه وفلزقت قدمه بالركاب الذي يضع القدم فيه حال ركوبه على الدابة وقال فنزلت يقوله سعيد بن جبير فنزعت قدمه عن الركاب وذلك بميناء ويعني في موسم الحج مما في يوم العيد أو في أيام التشريق قال فبلغ الحجاج كان الحجاج قد تولى ولاية الحج وسوق الحجيج لبني أمي في تلك السنة فكان الحجاج يعود بن عمر في مرضه فيه زيارة المريضة ودخل الحجاج على ابن عمر فقال كيف هو أن يسأل عن حاله وعن صحته فقال صالح فقال الحجاج لو نعلم من أصابك يعني لا أوقعنا عليه العقوبة فقال ابن عمر أنت أصبتني وفيه إضافة الفعل إلى من كان سببا في فعله ولو لم يكن الفاعل فقال وكيف أصبتك قال حملت السلاح في يوم لا يحل فيه حمله وكان من أيامي للحجة في الحرم ولم يكن يحمل السلاح في ذلك الوقت وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم قبل ذلك حسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنه معن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء في هذا الحديث فضل عشر ذي الحجة وهي الأيام الأول من شهر ذي الحجة من اليوم الأول إلى اليوم العاشر وفيه أن العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة مضاعف الأجر والثواب وهذا يشمل جميع الأعمال سواء كان صلاة أو صدقة أو صياما أو قراءة للقرآن أو ذكرا لله تعالى أو دعاء وتضرع أو إعانة للآخرين ومساعدة لهم أو تنظيف الطرقات العامة أو أداء الخدمات العامة فكلها مما يدخل في قوله العمل في هذه العشر وقوله ولا الجهاد يعني في سبيل الله فقال ولا الجهاد يعني أنه لا يفضل على العمل في العشر الأول إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله أي ذهب بنفسه وجمع أمواله فجاهد بها فلم يرجع بشيء فما يدلك على عظم السواب وكثرة المضاعفة للعمل الصالح في عشر ذي الحجة حسن الله إليكم قال عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس رضي الله عنه ونحن غاديان من منا إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي من الملبي فلا ينكر عليه ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه قوله عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا فيه بيان طريقة الأوائل في سؤال أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ونحن غاديان من منا إلى عرفات وذلك في صباح اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لأن الحجيج يغادرون منها بعد طلوع الشمس يوم التاسع من شهر ذي الحجة قوله عن التلبية التلبية هي إجابة النداء معنى التلبية إجابة النداء تقول لبيك بمعنى أجبت نداءك قال كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم فيه إطلاق لفظ العمل والصناعة على الأقوال والتلفظ فقال أنس كان يلبي من الملبي أن يكثر التلبية فلا ينكر عليه يكبر من المكبر فلا ينكر عليه أما التلبية فلأنهم محرمون وفيه استحباب إكثار المحرم من التلبية وخصوصا عند تغير الأحوال وفي الحديث أيضا مشروعية التكبير وذلك أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة بغروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة استحب للناس أن يكبروا فالتكبير في العشر الأوال من شهر ذي الحجة من الأعمال الصالحة فقال تعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وفي الحديث أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية وبالتكبير التلبية بالنسبة للمحرم والتكبير لمن كان في عشر ذي الحجة وهذا خاص بالرجال دون النساء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي واستمر في التلبية إلى أن ابتدأ رمي جمرة العقبة في يوم العيد وحينئذ انتقل من التلبية إلى التكبير أحسن الله إليكم قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح بالمصلى وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك في هذا الحديث مشروحية ذبح الأضاحي والهدي في يوم العيد عيد الأضحى وقوله بالمصلى يعني في المكان الذي يصلون فيه صلاة العيد والنحر يكون للإبل بطعنها في أسفل رقبتها والزبح يكون للغنم والبقر بتذكيتها في أعلى الرقبة وفيه تنوع طرائق الزبح ما بين ذبح ونحر وفي هذا الحديث من الفوائد بعثوا الحجاج والمعتمرين بهديهم من جمع وهي مزدلفة من آخر الليل يعني ليلة العيد وفي الحديث أن ابن عمر كان ينتق المكان الذي يذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم هديه ليذبح فيه هديه وكان ابن عمر يرى أن للمكان خاصية النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نحرتها هنا وكل من وفي جاج مكة من حر ولذا رأى جمهور أهل العلم من الصحابة فالتابعين أنه لا مزية لذلك المكان الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهديه وفي الحديث من الفوائد حج المماليك وفيه توكيل الأحرار والمماليك بمتابعة الهدي ورعايته احسن الله إليكم قال عن جندب رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد النحر صلى ثم خطب ثم ذبح وضحين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاه فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصر فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله حتى في هذا الحديث في هذا الحديث في هذا الحديث مشروعية صلاة العيد يوم عيد الأضحى وفيه تسمية عيد الأضحى بعيد النحر وفي الحديث مشروعية صلاة العيد ومشروعية خطبة العيد وفيه أن الصلاة تقدم على الخطبة في يوم العيد وفيه أن ذبح الأضاحي يكون بعد صلاة العيد وفيه أن من ذبح قبل صلاة العيد فإنها لا تجزئ أضحية وفي الحديث من الفوائد أيضا مشروعية ذكر اسم الله تعالى عند ذبح الذبائح والأضاحي لقوله فليذبح على اسم الله وقد اختلف أهل العلم في حكم التسمية وعلى ثلاثة أقوال مشهورة فرأى الشافعية بأن التسمية سنة ورأى الحنفية بأنها شرط في الذكات ورأى الحنابلة والمالكية أنها واجب يسقط مع السهو وفي الحديث أن الإنسان يجوز له أن يتوسل إلى الله بأسمائه وأن يذبح على أسمائه بقوله فليذبح على اسم الله تعالى وفي الحديث مخاطبة الإمام للناس في خطبة العيد المراد بمخالفة الطريق أن يذهب لصلاة العيد من طريق وأن يعود من طريق آخر في هذا استحباب مخالفة الطريق عند الذهاب لصلاة العيد والحديث وإن كان وارداً في صلاة العيد سواء عيد فطر أو عيد أضحى فإنه أيضاً يشمل كذلك الذهاب إلى صلاة الاستسقاء والجمهور على إلحاق صلاة الجمعة بذلك برى طائفة أن كل طاعة وعبادة يستحب أن يذهب لها من طريق وأن يؤتى من طريق آخر أما عن المعنى الذي من أجله شريع مخالفة الطريق عند ذهابه الإنسان لصلاة العيد فقيل من أجل أن تشهد له أراض أخرى بأدائه للصلاة وقال آخرون بل أراد أن يسلم على من في طريق الذهاب ويسلم على آخرين في طريق العودة نعم حسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال رضي الله عنه في الحديث مشروعية الخروج خارج المدينة لأداء صلاة العيد في الحديث أن صلاة العيد تكون من ركعتين ولكنها تمتاز بكثرة التكبيرات فيها وفي الحديث أنه لا يوجد قبلها سنة راتبة ولا بعدها وفي الحديث أن من صلى صلاة العيد خارج المدينة فلا يصلي تحية المسجد لأن هذا من صلى وليس بمسجد وفيه أيضا مشروعية اختيار الرفقة عند الذهاب إلى الطاعات وخصوصا فيما يكون خارج المدن بارك الله فيكم وفقكم لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين نسأله سبحانه أن يوفق أهل الإسلام لكل خير وأن يجعلهم متحابين متوادين قائمين بطاعة الله سبحانه وتعالى اللهم أمنهم في ديارهم واجمع كلمتهم وحقن دماءهم ووفقهم لخيري الدنيا والآخرة كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسداد كما نسأله جل وعلا أن يتم للحجيج حجهم وأن يسر لهم مناسكهم وأن يتقبل منهم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين